السلام عليك يا حسين مؤمن كما في الرواية المشهورة عن الإمام العسكري عليه السلام وأول من زار قبره عليه السلام في الأربعين هو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعض الروايات أنه في هذا اليوم أيضا عادت حرم الحسين عليه السلام إلى كربلاء وهم في طريقهم إلى المدينة المنورة وعلى خطاهم يتوافد الملايين من كافة أنحاء العالم وخاصة المسلمون الشيعة إلى كربلاء لزيارة كبر سيد الشهداء في يوم الأربعين احجز مكانا للسكن في العراق قبل وصولك لأن الفنادق ستكون ممتلئة استخدم حقيبة ظهر صغيرة وخفيفة واحزم الأمتعة الضرورية فقط وهي دواءك الخاص مستلزمات النظافة وثياب خفيفة الوزن ولا تحمل معك ضمائد للجرح ومسكينات للألم فإنها متوفرة في طريق المشي انتعل حذاء مريحا للمشي وتجنب الأحذية الجديدة أو الضيقة على الجميع وخاصة الأطفال وكبار السن أن يحمل بطاقة تتضمن اسم الحملة والفندق وركم الهاتف أما بالنسبة إلى الزوار الذين يستحبون معهم الأطفال فالأفضل استخدام عربة ذات وزن خفيف وإحضار مستلزمات الطفل كالحفظات والملابس والحليب والأدوية الخاصة به حمل العصى يسهل المشي ويخفف التعب ولا سيما لكبار السن الطعام والماء على طول الطريق أماكن الراحة ودورات المياه المراكز والخدمات الطبية عادة ما يبدأ الزوار المشي من النجف من أمام مركض أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام المسافة من النجف إلى كربلاء هي ثمانون كيلو مترا وعادة ما يتم قطعها بثلاثة أيام يوجد على طول الطريق أعمدة كهربائية مرقمة كي يعلم الزائر مقدار المسافة التي تم اجتيازها والمسافة بين كل عامدين هي خمسون مترا كل عشرين عامودا تساوي كيلو مترا واحدة من مقام الإمام علي إلى أطراف النجف هناك مائة واثنان وثمانون عامودا وتحتاج إلى ساعتين تقريبا لاجتيازها من بعدها ستبدأ أرقام الأعمدة من الواحد مجددا حتى ألف واربعمائة واثنين وخمسين عامودا سلم على الإمام علي عليه السلام وأخلص النية وابدأ بالمشي ابدأ رحلتك بعد الفجر وتوقف قبل ساعة من المغرب لتتمكن من الحصول على مكان للنوم في أحد المواكب إذا كنت غير قادر على إكمال المسير فهناك مواصلات عامة توصلك إلى كربلاء أول ما يجب الالتفات إليه عند البدء بالمشي هو إخلاص النية أن تكون تقربا إلى الله تعالى حافظ على الصلاة في أول وقتها كما فعل الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشراء لا تضيع وقتك بالضحك والتحدث بالأمور الدنيوية فأنت في طريق عزاء ومواساة لأهل البيت ولا تنس أنك في محضر صاحب الزمان على الزائرات المؤمنات الاهتمام بالستر والحجاب ومراعاة مقتضايات العفاف في تصرفاتهن لا تشغل نفسك بالأكل والشرب في الطريق فعن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام فزره وأنت كئيب حزين مكروب شعث مغبر جائع عطشان فإن الحسين قتل حزينا مكروبا شعثا مغبرا جائع عطشان اشغل نفسك بالأذكار والتسبيح وقراءة الأدائية احرص على قداسة ونظافة الأماكن المقدسة فلا ترمي النفايات إلا في مكانها المخصص حسين 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 هذا الإصرار العالم احتار اشتحمل أفكار اشتركوا في القناة